عايز اخد رأيك برضو يا سيدزي عقوب في اللقطة لقطة ان الكابتن محمود الخطيب متواجد مع الفرقة لكن في وقت تسليم الجواز والمركز التالت وبرونزيت كاس العلم تواجد المهندس خالد مرتاج أمين السندوق شايف اللقطة دي ازاي؟ انا كنت موجود في الحوار على فترة ايو قل لنا بقى انفراد على الهوى دلوقت يعني بشوهندس خالد قال له انت كابتن هتكون موجود في التتويج وتكون معانا موجود وكان حتى اصرار المجلس الادارة انه كابتن محمود الخطيب يكون موجود قال له لا انت رئيس الفعتة انا موجود لدعم الفريق لكن هذا دور رئيس الفعتة ودورك بشوهندس خالد وانت اللي احضر انا ما راح اكون موجود ممكن اكون موجود في الملعب بس انا ما راح اكون موجود في التتويج وانت اللي راح تكون موجود في نهاية اليوم الامور في النادي الاهلي الامور لا تسير بالصدفة كابتن السامح شيء منظم دي مؤسسة رياضية من افضل المؤسسات في الوطن العربي نادر ان نشوف في الوطن العربي مؤسسة فيها هذه الاسس فيها هذه المبادئ فيها هذه القوانين والنظم الموجودة نادر ان نشوف في الوطن العربي مثل هذا النظام اللي موجود في النادي الاهلي انا يعني اكثر من فترة عايشت عايشت الناس كيف يشتغلون في النادي الاهلي عايشت اللاعبين كيف يتعاملون في النادي الاهلي يعني الامور لا وضع مختلف تماما يعني النادي الاهلي نادي مختلف عن الباقين وهذه مش مجاملة هذي انا شفته بعيني حقيقة وبقدر حبك لمصر يا سيد عقوب يعني بنبادلك نفس المشاعر والحب من القلب